وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر وصلت جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الشقيقة والمبعوث الأممي لتحقيق أهداف إنهاء الصراع السوري وشدد شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على أن الاجتماعات العربية الأخيرة بالسعودية والأردن جاءت في إطار تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية وصلت مصر جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية ومما لا شك فيه إن اندمام الجمهورية العربية السورية إلى البيانة الختامة لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النواية وتنفيذ التعاهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية